هروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد فريقنا فريق كرة اليد الرجال بعد عودته امبارح من بطولة العالم بعد ان حقق المركز الخامس في انجاز جديد يحسب لكرة اليد في النادي الاهلي وكرة اليد المصرية رجع امبارح من الصفر النهاردة على طول تمريم حقيقة احنا حاولنا يعني نستضيف احد نتكلم مع حدي مع اللعيبة ولكن مستر ديفيد ديفيز مداش اي راحة لان هم بيستعدوا جيدا لمباراة هليوبلس القوية اللي تتلعب يوم الجمعة القادم الساعة السابعة باذن الله على صالة نادي هليوبلس في مدينة الشروق مباراة مهمة جدا فرقتنا بتتصدر ترتيب الدوري محتاجين نفضل محافظين على ده لان اكيد السنة دي نظام الدوري مختلف وده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفي كمان في الفقرة التانية نظام الدوري مختلف النهاردة انت بقى نتائجك اكيومليتد يعني نتائجك يعني مترقمة مع بعض احنا بنتصدر ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 11 فوز وده حاجة جيدة جدا حتى الان بعد مطش هليوبلس القوي ده هيبقى عندنا ثلاث مطشات قوية مع ترائع الجيش والتران والزمالك وبإذن الله طبعا كلنا ثقة في فرقتنا بالمظهر اللي ظهر بيه حتى الان سواء في بطولة البصنة والهرسكة الودية ثم بطولة افريقيا الابطال اللي فوزنا بيها ثم بطولة العالم مظهر الفرقة وشكلها وتماسكها الحقيقة يبشر بالخير يتبقى توفي الله سبحانه وتعالى ويا رب يحفظ لعبتنا من الإصابات دايما الإصابات هي الحلم المزعج والكبوس اللي بيهدد أي فريق أن تخسر جهود أحد لعبينك أو مجموعة من لعبينك بسبب الإصابة ربنا يحفظهم لعبة اليد لعبة قوية ولعبة صعبة محتاجة إن شاء الله أن لعبتنا كلنا يكون موجودة في سكوات قوي يضم مجموعة من الشباب مجموعة من أصحاب الخبرة وهو ده اللي قلت لحضراتكم منذ البداية أن النادي الأهل اختار الطريق الصعب اختار أنه يبني فريق باختارش أنه يروح يشتري النجوم جهزة اختار يبني فريق الفريق دلوقتي مليء بالنجوم اللي مطلوبة برة ومطلوبة كمان محليا النهاردة فيه استبيلت كبير جدا للفريق كل اللعيبة عقدة 3-4 سنوات النهاردة كهاز فني تم التعاقد معه السنة اللي فاتت لتلت مواسم بيحاول يعني النادي الأهل يوفر استقرار فني وإداري وكل شيء لهذا الفريق لأن بعد الاستقرار يبتدي الشغل ويبتدي الإنجازات وتبتدي الناحة الفنية تعالى نتمنى لهم كل التوفيق مفيش راحة اللعيبة اللاكم فعونهم زي ما قلت لحضراتكم لعبوا مع المنتخب دخلوا على النادي مفيش راحة من بطولة لبطولة حتى التوقف الدولي كان عندك سبع لعبين قبل بطولة العالم في ألمانيا مع المنتخب منتخب لعب مباريتين في ألمانيا تعادلنا في واحدة وخسرنا واحدة بفرق قليل جدا اللعيبة السبعة مريحوش تلعوا من برلين في ألمانيا المقر اللي تلعب فيه مباريتين الوديتين إلى مدينة الدمان في المملكة العربية السعودية الحقيقة الحال مش بعيد عن السلة برضو لعبتنا في اليد بتتعرض لضغوط جامدة وكمان الكرة الطائرة لما شننسى الكرة الطائرة الرجال ولما يجل الخبر هشرح لحضراتكم لعبة المنتخب مريحتش ودخلوا على الموسم بشكل يعني مستمر بتدريب مفيش راحة إذن يعني الله يكون فؤون لعبة النادي الأهلي بالأخص النادي الأهلي بيساهم بخمسين في المائة تقريبا أو ممكن فبعض الأحوال بيكون أكتر من قوام المنتخبات المصرية في الألعاب اللي بيحتضرها النادي الأهلي طبعا فيه ألعاب مش بتتلعب داخل جدران النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر